إليكم اليوم عشر حقائق قد لا تعرفها عن ميسي أولاً إيطالي الأصل وأسرته متواضعة تنحدر عائلة ميسي من أصول إيطالية فقد هاجر جده أنجيلو عام 1883 إلى الأرجنتين من بلدته أنكونا بحثاً عن العمل عائلة ميسي كانت تعاني من الفقر فقد كان والده خرخي عاملاً بسيطاً في أحد المصانع أما والدته سيليا فقد كانت عاملة نظافة ثانياً زعيم ثوري وزعيم كروي قد تكون من مصادفات القدر أن يكون ميسي من نفس بلد المناظر الثوري تشيغيفارا فكلاهما ولد في روزاريو فكانت مدينة ولادة زعيمين أحدهما ثوري والآخر كروي وقد غير كلاهما التاريخ في مجاله ويعتبر ميسي ومارادونا واتشيغيفارا أكثر ثلاثة رموز أرجنتينية شهرة في التاريخ الحديث ثالثاً كاد يعتزل مبكراً كشف الأطباء عن إصابته بمرض نقص هرمون النمو وهو في سن الحادية عشر عاماً ولم يستطع والداه توفير الرعاية الطبية التي كانت تبلغ أنذاك 900 دولار شهرياً لكن إدارة برشلون انتبهت إلى موهبته فصرعوا إلى التكفل بعلاجه ونقلوا عائلته بالكامل إلى إسبانيا وعندما كبر ميسي ردت دين لبرشلون على أكمل وجهه رابعاً منديل يساوي 250 مليون ذات يوم ذهب أحد كشافي برشلون إلى الأرجنتين في محاولة منه لدعم لا ميسيا بالمزيد من المواهب فشهد مباراة كان يشارك ميسي بها لم يستطع أي تمالك نفسه وعلم أنه إذا انتظر ساعة أخرى سيضيع هذا الموهوب فأخرج منديله من جيبه وكان منديل طعام لأحد المطاعم وكتب عليه نصوص عقد وأبرم التعاقد سريعاً واليوم هذا المنديل وضع في برشلونة ويساوي 250 مليون يورو وهذه الصورة لنسخة العقد الحقيقية فلقد احتفظ بها مكتشف ميسي خوان لاكويفا إلى أوافته البنية خامساً قال لا لإسبانيا عام 2004 تم عرض الجنسية الإسبانية على ميسي ليلتحق بمنتخبها لكن رد ميسي كان بسيطاً جداً لا فقد كان حلمه الأكبر أن يلعب بقميص منتخب بلاده ويحقق البطولات هناك ولكنه لم يكن يعلم أنه سيأتي يوم يقال فيه ميسي لا يحب الأرجنتين كما هو الحال في أمريكا الجنوبية دائماً يعتبر اللعب للمنتخب شرفاً لا يعادله شرف وكان حلم ميسي من الطفولة أن يلعب لمنتخب بلاده وعندما حانت اللحظة أراد أن يثبت للجميع أنه مرض جديد ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب لضده حماس ميسي الزائد جعله يغادر المباراة التي كانت أمام المجر مطروداً بعد 47 ثانية فقط الغريب أنها حالة الطرد الوحيدة في تاريخ ميسي تقديراً لإنجازاته الكروية وسحره الذي لا يوصف قام صانع مجوهرة ياباني بصنع قدم طبق الأصل للقدم اليسرى لميسي بما في ذلك التجاعد والأوعية الدموية في باطن القدم وقد استخدم في صناعتها 25 كيلو جراماً من الذهب الخالص وعرضت للبيع في مزاد مقابل 5 ملايين دولار وعاد ثمنها إلى ضحايا الزلزال ثامناً مثله الأعلى غريب لكل شخص في الحياة مثل أعلى يقتدي به وكان من الطبيعي أن يقتدي ميسي بماردونا أسطورة الأرجنتين ولكن هذا لم يحدث فميسي كان يتخذ السحر الأرجنتيني إيمار مثلاً أعلى له وكان يتمنى أن يلعب معه ولو مباراة واحدة وتحقق حلمه في منتخب الأرجنتين ومن أكثر اللقطات المؤثرة ذهب ميسي إلى إيمار بعد مباراة برشلونة وبنيفيكا وطلبه قميصة تاسعاً الجوائز الفردية لا تعنيه قد تكون حياة ميسي مليئة بالمواقف التي تبرهن على حسن حظه ولكن يصدفه سوء حظ غريب رفقة المنتخب فقد خسر ميسي أغلى بطولتين خلال عام ميلادي واحد فقط الحديث هنا عن كوبا أمريكا وكأس العالم ولو كان توجبهما لا أصبح وبدون أدنى جدال أفضل لعب في التاريخ ولكن بعد انتهاء نهائي الكوبا كان من المقرر أن يحصل ميسي على لقب أفضل لعب في البطولة ولكنه رفض وعلل على ذلك قائلاً لم نفز بالبطولة إذن هي لا تسوي شيئاً لو كان الأمر بيد لأعطيت مؤلف هذه الشائعة جائزة الأوسكار فهي أكثر إشعة تصديقاً في تاريخ الكرة فقد انتشر خبر لا زال البعض يصدقه يفيد بأن ميسي تبرع للكيان الصهيوني بمليون ضر